احنا هنعمل معاكو اللي بنعمله كل مرة بس قبل ما هنخش الدخلة دي بتاعت الكروت كل واحد نطلع عناوين كده حلوة هاي سألك عن رأيك فيما يحص موضوع سفين جزئي يعني فكرة ان اتحاد الكورة طلع حاجة ظن البعض انها يعني هما عايزين يجاملوا الزمالك في اس بيهم ان هما كانوا هيحطوا الزمالك في كورنا في المنتهى الخطورة ان انت لأ اللي عيد ده انت قال حر طب ازاي انت قال حر وانت بتحطه على تيم اس ان انت رجل موقف من القيد اهو يعني يعني معار بنية البيع واي حد عارف ان دي الحقيقة لكن فكرة ان الموضوع تقال كده ففتح ابواب بقى يعني جهنم على اتحاد الكورة انت كل شوية بتجامل حد انت كل شوية ما عاربش تعمل ايه اصلا حصل تزوير فاقد ما عاربش الزن ناري لا اصلا حصل ما عاربش ايه وانتوا ليه بتجاملوا الزمالك فيلم طويل عريض اتعمل بهذا الشكل ليه لان حد يا اما مش فاهم يا اما حاب يعمل كومبليمو فحصلت القصة اللي قدامه دي زمالك نفسه خرج وقال لا الناس لها حق الرعاية وحق التدريب او ما شابه علشان يأكد ان الموضوع ماشي بشكل طبيعي لان غير كده لا موقف خطير جدا وتصحيح خطير جدا انت متكسر لوائح الفيفا وما بتطبقش عقوبة باقاف القيد فتراتين متتلاتين وده اللي حصل وفعلا القيد واوقف لكن الفكرة بقى لا الزمالك راح الزمالك جيه الزمالك عمل لا الكلام ده غير صحيح بسه زي دي رأيك والله يا اساس كريم الموضوع ابسط يعني بسيط جدا يعني الازمة دي كلها بنتكلم فعالي مليون جنيه كلمة عقل رعاية مليون جنيه انا قلت من شوية يعني اكيد العقل البشر يقول انه ما فيش شبهة فساد عشان حتى اللي عايز يفسد لقدر الله يعني لقدر الله يفسد في حاجات كبيرة بالزبط يعني دي ما كانتش هتكلف حد الازمة والجدل اللي حصل بالسبب ان الزمالك مما بعث للمقاولين السنة اللي فاتت ان انا هحاول خلاص بند الاعراب اللي بيع نهائي المقاولين اخرج سيف الجزير من القائمة الاولى بتاعتهم يعني القائمة الاولى المقاولين بعتها لاتحاد القرى فخرجوا فالناس اعتقدت ان خلاص كده الموضوع صفقة انتقال حر بما ان المقاولين استغنى عن سيف الجزير ببساطة فالزمالك اشترى لا اوازمالك كان بعت قابليها والعقد اللي ما بينه من خلال 15 يوم الزمالك من حق انه هو يحول الاعراب اللي بيع نهائي فعشان كده حصلت اللغبطة لكن الموضوع في النهاية مليون جنيه انا بداية بس انه محد يطلع يقول معلومة يقولها منقوسة او ما يقولش معلومات كاملة فتعمل لغط بدون داعي يعني في الاخر الموضوع دوت وقدرها التفق معايا ويقمس على هوا وهل هو ده هيقصر هل الزمالك هيقصر على فرص الزمالك انه هياخد الدور هل هيتم سحب درع الدور من الزمالك عشان خاطر قزمة سفي الجزيرة والموضوع لا طبعا